وبينما إبراهيم في البيت عند سارة إذ جاء رجلان أو جماعة فسلموا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامه قال سلام قوما قوم منكرون دخلوا عليه بهيئة لا يعرفها وأناس من غير هذه البلد وسارة عنده تسمع الحوار وترى الكلام وهذا هو الحوار الذي أريد أن يكون بين الرجل والمرأة أن تشاركه أن تكون معه أن تثق في كلامه أن تسرع في طلبه وفي أمره هنسمع على هذا الحوار الجميل مع سارة ومع إبراهيم ومع هذا الضيف أو هؤلاء الضيف الذين دخلوا على سيدنا إبراهيم بس الكلام هي طول لكن أنا أقول وأريد أن أطيل في هذا لأننا محتاجينه محتاجين في البيوت خل بالك أن المرأة بطبعها لا تحسن الحوار ولا الجدال لكن تحسن البكاء والضعف أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أحياناً تجي تكلمها تلقى تتكلم كلام من هنا ومن هنا لأن في دماغها مئة فكرة ومئة حالة لكن أنت موضح محدد تقول لا أنا عايز كلام محدد مش طبعها ليس هذا طبعها لا بد أن تقبلها على طبعها العجيب اللي أنا بقوله أني بقى في البيوت بسبب سوء الحوار مسألة الأجهزة تليفونات الموبايلات الفيس والواتس والأخبار والأنباء كل واحد قاعد لوحده الأولاد في جانب والأم في جانب والأب في جانب هم قاعدين في مكان واحد لكن بينهما مسافات فاحنا محتاجين الحوار الحوار ونعود أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يصلح بيوتكم وأن يسعد أيامكم وفي الختام أستودعكم الملك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته